يقول عمتي أفطرت خطاء قبل المغرب فقال لا يا عمي إنه ليس الأذان وقت محدد فما الحكم إذا كانت عمتك أفطرت قبل غروب الشمس فعليها عند الجمهور إعادة صيام هذا اليوم وإن كان من آل العلم كشيخ لسام تيمية رحمه الله يقول المخطئ ليست عليه إعادة ومن ناحية الدليل فلم يرد شيء ثابت إلا خبر مرسل فيه أو خبر موقوف فيه أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس قيل لبعد الرواه أقضوا ذلك اليوم قال بد من قضاء فبهذا أخذ الجمهور وقالوا إن الذي أفطر مخطئا عليه الإعادة ولم يرى فريق آخر من أهل الحديث أن هذا متصلا لم يرونه متصلا إلى رسول الله إنما صنيع صنعه من رواه فقال عليه إثر ذلك إن المخطئا لا شيء عليه وبهذا قال شيخ السلام تيمية وغيره من الولماء فالاحتياط أن عمتك تعيد الصيام ذلك اليوم هذا على وجه الاحتياط وإن أخذت بالرأي الآخر القائل لا شيء عليها فلا شيء عليها والأمر واسع